ليلة مبرات زهاب نهائي أبطال أفريقيا أو دور أبطال أفريقيا ما بين نادي التراجل التونسي والنادي الأهلي إن شاء الله السبت العشرة مساءً 18 مايو على ملعب حمد العجربي بالمدينة الرياضية بيرادس أكيد والكل يعرف الأهلي وقمته الكبيرة والتاريخية والرياضية والإنجازات في البطلات الأفريقية وأيضا كذلك المنافس اللي هو التراجل التونسي أيضا له التواجد المهم الكبير جدا في البطلات الأفريقية وأيضا عنده من الألقاب الأفريقية الكثير لكن يظل النادي الأهلي ببطلاته يظل النادي الأهلي بتاريخه يظل النادي الأهلي بخبراته التراجل الكبيرة فالبطلات الأفريقية هو واحد من أهم البطلات الموجودة أو الأندية الموجودة والمؤسرة أفريقيا يمكن استوقفنا النهاردة فيديو جميل وظريف لطبعا محللنا الرياضة الكبيرة كابتن خالب بيومي هو بيتكلم وبيقول أن فيه فريقين كبار دايما تلاقوهم موجودين في الزمان والمكان ودايما ما بيخسروا جمهورهم هو ريال مدريد والنادي الأهلي المصري لو نحينا ريال مدريد جانيبر وتكلمنا النهاردة عن نادي الأهلي المصري اللي هو النادينا اللي بنشجعه زي ما هنشجع الزمالك ان شاء الله أمام نهد البركان في نهاء الكفترالي الأفريقية وهنتكلم كمان عليه وأكيد يبقى معنا واحد من ضيوفنا الكبار المهمين ومحلل رومونتادة والمدير الفني القدير كابتن السيد نجم مصر والنادي الأهلي النهاردة هنتكلم في ملافات مهمة جدا تخص ليلة النهائي الأفريقي الأهلي دايما معاودنا مهيرو أنه دايما لا يقبل إلا منصات التتويق الأهلي دايما معنا طبعا موعد المبراء العشرة مساءا 18 مايو على ملعب حمد العجربي بالمدينة الرياضية برادس ومورات القيام إن شاء الله أسامنا مساءا 25 مايو على ملعب أستاذ القاهرة إن شاء الله بموعد المبراتين يبقى النادي الأهلي هو بطلا لنسخة دوري الأبطال السناني إن شاء الله أيضا